معنا سيدة جميلة الهسي وهي فلسطينية كانت محاصرة في أحد المباني بمحيط مجمع شفاء الطبي في غزة مرحبا بك سيدة جميلة لو تعطينا فكرة عن وضعكم الآن في تلك المنطقة وضعنا مأساوي جدا جدا وضعنا حزين وضعنا كئيب وضعنا يعني أد ما أحكيه لك مش هوصف لك اللي احنا فيه من جوة من عطش من ترحيل من دمار من قصف على الأطفال المرضى على المصابين على اللي استركناهم ينزفوا لحد المات على الأطفال المصابين إمه شفاته هو بعيط واليهود طلعوها غصبا عنها ابنها بنزف شايفا بين عناها مش قادرة تاخدها عن بنت المريضة اللي بتنشي وبتنزف كل خطوة بتنزف عن العجوز عن متلازم الداون عن اللي على عربيات أناش أحكيي لكم وكل هذا الوقت اللي احنا فيه حد بطلعونا في الوقت هاد بطلعونا في الدنيا مغرب بطلعونا في وإحنا صايمين بلاش إحنا في هيك هيك هم مصومين ممصومين من يوم حفرنا ست أيام عن المية عن الأكل بديش أقولك عايش عايشين لأنه حكينا كتير وما حد استمعنا وعنينا كتير وعيطنا كتير ونشدنا كتير إنا ست أيام من ناشط بس الصريب الأحمر يجي يطلعنا من مبنى الـ UNDB في المستشفى لحلو الدولي دمرونا إحنا الـ UNDB والشفى ولحلو الدولي دمرونا إصابات ملهاش علاج ما فيش شيء إيش نوقف النزيف المرضى الأطفال وين نروح فيهم وغير نحكي لك عنه وغير الأشياء هاد الجوع العطش ما حدش ندور على نشدنا مرة ومرتين وعشرة الصريب الأحمر بس يجي يطلعونا أو خلينا محطرين بس يوفروا مية للمرضى والأطفال حد دور علينا حد حد قالنا وين أنتو حد أجانا مش قادرين الصريب الأحمر يجي وعنا بس يجيبوا مية للأطفال والمرضى والجرحة لمين الناشط إيش نحكي صوت ما طلع أخر الدنيا ما حدش سمعنا سيدة جميلة أنتم كنتم محاصرون في أحد المباني ما هو وضعكم الآن هل خرجتم من هذا المبنى إحنا طلعنا إحنا طلعين إحنا هاينا ماشيين متوجهين بعرفش وين عدد من الناس عدد من الإصابات أطفال نساء شيوخ إحنا ماشيين منعرفش ورعي شيء بالتالي ما هو وضع القصف حاليا في المنطقة متواصل ما بسكوتش نهائيا نهائيا كل ثانية إحنا منتشهد على روحنا غير اللي منسيبهم بيستشهدوا قدامنا غير اللي منسيبهم مصابين منقدرش نشيلهم غير العجاز المرضى ولا حدا بدور أحدا ولا حدا لأحدا وبقصفوا عليهم هم بطلعونا وهم بطلعونا عارفين أنهم رح يقصوا علينا كل أنا بحكي معاك وكل حواليا كل الأماكن اللي حواليا بتنحرق كل الأماكن من مباني من أي شيء كله محروق يعني حتى فيش مكان إحنا نتقاوى فيه إحنا مشيين مش عارفين والرائحين الزنامة الكوات كابتر الأنناس كله حوالينا إحنا بس الصدر رب العالمين مشيين بس طيب سيدة جميلة ماذا عن وضع الغذاء والماء ذكرتي أن هناك شح كبير منذ أيام في الغذاء والماء صحيحنا من ناشد أول مرة أسمع من حدا بتواصل ماء إيش وضع الغذاء والماء لأنه إحنا اللي مناشد في هذا الاشي إحنا اللي مناشد في أول مرة أنسئلها هدى السؤال إش وضع الأكل والشرب إحنا اللي مناشد فيه، إحنا اللي وفرون مش قيلنا, إحنا الكبر راح نتحمل إحنا صايمين من ست أيام رغم رمضان ورغم الحرب والحصار لكن إجزام للأطفال لا معي، يشربوا مي مالحة ليش؟ والمية المالحة اللي كانوا يوفرون إياها أطعون مياها برضي اليهود، لا في مية مالحة ولا مية حلوة ولا أكل ولا شرب اللي كان له علاج بطل ياخد علاجه اللي كان عنده مرض بطل ياخد علاجه تحكي عن طعام أنا أول مرة بسمع إيش وضع الطعام والشرب أنا اللي بنا ناشد أحنا إنا 6 أيام من ناشد وضع الطعام وفرنا أكله مية بس مش إش ببنان مش إش كتير والله ما إش كتير مش قادرين يوفرنا مية خلينا محصرين خلي إيش هيك هيك يهود وأعداء لو موجودين ومش رح يطلعوا من إنا لكن لما يوفروا مية وأكل إيش وين المشكلة عشان اللي صغاروا عشان المرضى والجرحة وين المشكلة وين شطونا هيك من موت لأي إمت وين الناس عنا لأي إمت لأي إمت لن نضمس الوضع بسيدة جميلة لأي إمت أنتم بالقرب من مجمع الشفاء صحيح ماذا عن مشاهداتكم لما يحدث في داخل المجمع مجمع الشفاء الطبي عبارة عن ساحة حربية تشبه الغول تعرف الغول تعرف تلفزيارات وتسمعوا أخبار ومن الصحف ومن الناس اللي بتناشد ولا هذا لا يذكر ولا لا يذكر بالنسبة لللي إحنا شفنا بالنسبة للنساء اللي اغتصبوها بالنسبة للنساء اللي خطفوها لللي أعدموهم للجثث اللي تحت الردم طلعوهم هجموا إكلابهم عليهم يكلوهم في أعطل من هيك في أعطل من لما نشوف الستات بصوت بدهم مناشا وبنيجي نروح نعمل لهم أي إشي تخوا علينا في أعطل من هيك في أعطل أنه كل اللي احنا من مرمي فيه من حرب نفسية وجسدية حرب من كله وغير كل هذا كمان جوع وعطش إلى أين تتوجهون الآن سيدة جميلة والله ما بعرف أنا ماشي زي زي الناس ماشيين ورغم القصف ورغم الضمار ورغم الشهادة اللي بتموت وإحنا ماشيين لكن إحنا ماشيين مش عارفين وين الروح ذكرتي أن أنكم أطلقتم مناشدات متكررة لإيصال الدواء لإيصال الغذاء إلى من توجهتم وكيف وماذا كان الجواب صوتنا طليع على الجزيرة لصليب الأحمر أنا نفسي أعرف الصليب الأحمر لما يقولوا ناشدوا الصليب الأحمر وينه عبارة عن مين يهود أعداء لما يقولوا ناشدوا الصليب الأحمر وإحنا نرجع نعمل مناشده للصليب الأحمر رغم أننا عارفين أنهم مش حيسمعوا كلمتنا الصليب الأحمر زي من بسللiler منوالس частنان قادر يسلمنا مية الصليب الأحمر زي ما بعملو يخب حاله ومأمن على الحال وشربه مية وأكل وأمان قادر يأمننا ويأمن الأطفالنا إلسمهم أطفالنا إيش هما إيش هما أكتر مننا مين هما أكتر مننا إنهم يكونوا بأمان وشربه مية وإحنا Nah الصليب الأحمر عبارة عن إيش كذب الصليب الأحمر عبارة عن إيش الكذب ولا عملي رح عندما نشب على الصليب الأحمر كله كذب هذا شو الصليب الأحمرعمل لنا صليب الأحمر إحنا هاي خامس مرة نتحاق هاي هاي اللي بيعملوا الصليب الأحمر ما بناش صوتنا طلع على الجزيرة والله حتى ما بعرف صوتي طلع على جزيرة أو لا بكرتي أنكم مجموعة تسيرون ولا تعرفين إلى أين 65 عائلة طلعت من المبنى اللي إحنا كنا فيه طلعونا وإحنا حرقوهم شبابنا حرقوهم أقرب الناس إننا نطلع فيهم وصبناهم وصبناهم ومشينا بطولنا طلعنا بطولنا ولا أواعي ولا أكل ولا شرب ولا أي شيء يعني أنتم جرى إخراجكم عنوة من المبنى الذي كنتم محاصرين فيه من قبل قرارة الاحتلال صحيح صحيح إحنا مبنى اليو أندي بيه دان نصشفة لحلو الدولي محيط الشفاء الطبي طلعونا غصبنا عنا حرقوا المكان علينا وطلعونا وهل حدث ذلك في مباني أخرى كذلك آه طبعا صار 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 أنه طلعوا دخلوا عبيوت فتحوا البواب دخلوا عبيوت طلعوا النسوان وخطفوا الرجال اللي طخوهم اللي حرقوهم ويحرقوا النسوان بالأطفال في المباني جوا في البيوت يعني هناك الآن عمليات إخراج جميع المحاصرين من محيط مجمع الشفاء بشكل قصري محيط مجمع الشفاء الطبي بدخلوه بشكل شرامي وحشي يعني قد ما قولك والله مش قادرة أوصف لك كيف بدخلوه كيف أنت تقدر يعني تطلع على المرأة وتتعيط على ابنها هم يخطفوا ويطخوا إحنا مش قادرين نعمل إشي مش بس المجمع الشفاء لا بيوت حواليه مستشفيات حواليه مباني المبنى اليو أندي بيه كذا كذا مكان استهدفه مش بس نصف طيب عندما أجبروكم على الخروج هل قالوا لكم أي شي ولا إشي لا ولا إشي بس حرقوا المبنى علينا هو هذا أعطى الإشي صار بحقيقة هذا أعطى لسة أيام من ست شهور هدول أعطى لسة أيام من كل إشي من حرب نفسية وجسدية وجوع وعطشة لأبشع حرب تصير من ست شهور طيب ما هي وجهتكم الآن كيف ما هي وجهتكم إلى أين تذهبون نشعارفين لسه أنا بحكي معاك إنت بحكي معايا إيلك وأيس أنا بعرفشوا ما بدأ روح قدّن المغرب إحنا صايمين إحنا معنا أطفال معنا مصابين حملينها مع كتافنا ومنش عارفين ون روح إحنا مش عارفين ون روح إحنا مش عارفين لماتها الحاد لماتها الوضع حتى مينة لما يقضين ما معناش نشرب حتى أكل ما معناش إيدنا الأطفال اللي معنا لما يقول لك أنا جعان أنا عطشان أنت مش قادرة تعمل له إشي ما ظلش فيها كلام